السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس اليوم درس الإثراعات الثالث الذي سنأخذ فيه أسئلة من الخامس فصل المتجهات سنتعرف فيه أيضاً على حلول لهذه المسائل نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول يقول السؤال أوجد المركب الرئسي لمتجه طوله خمسة وزاوية اتجاهه 32 درجة طبعاً القانون يقول أو طريقة الحل دائماً أن المركبة الأفقية دائماً ما تساوي طول المتجه في كوساين الثيتا هذه مركبة الأفقية أما المركبة الرئسية فهي طول المتجه في ساين الثيتا طبعاً طالما أنه طلب من المركبة الرئسية فإذا سأطبق هذه القاعدة أقول Y تساوي طول المتجه في ساين الثيتا وبالتالي سأقول خمسة في ساين 32 درجة وطالما أن الزاوية هذه ليست من الزوايا الشهيرة فسأضطر إلى استخدام الآلة الحاسبة وأحسبها بالآلة الحاسبة حيطلع الجواب 2.65 تقريباً يكون هنا 2.65 إنش تقريباً وبالتالي الجواب الصحيح هو B نشوف السؤال اللي بعده كانت تؤثر في جسم قوتان F1 مقدارها 9 نيوتن في اتجاه الشمال و F2 و مقدارها 12 نيوتن في اتجاه الشرق أوجد مقدار القوة المحصلة و اتجاهها طبعاً أنا سأبدأ القوة الأولى باتجاه الشمال هذا اتجاه الشمال و مقدارها 9 ثم بعدين قوة أخرى مقدارها 12 و تكون باتجاه الشرق المحصلة بتكون من وين ل وين بتكون من بداية المتجه الأول إلى نهاية المتجه الأخير بهذا الشكل طيب كم طول المحصلة راح أجيبها من خلال علاقة فيث غرص لأن المثلث هذا يعتبر مثلث قائم الزاوية فبالتالي راح أقول أن هذا عبارة عن 9 تربيع زائد 12 تربيع جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع نستخدم الآلة الحاسبة الآن نقول جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع بهذا الشكل وبالتالي الناتج سيطلع معنا يساوي 15 يساوي 15 بهذا الشكل إذن هذا الناتج يساوي 15 لاحظ أن الجواب C و جواب D مستبعدين فقط أن أحدد زاوية اتجاه هذا المتجه أو زاوية اتجاه هذا المتجه بهذه الصورة من نقطة الانطلاق لاحظ أيضا أن الزاوية يعني لو جبتها أنت مع الأفق بهذا الشكل فأنت ستبحث عن هذه الزاوية لاحظ أن المقابل يساوي 9 والمجاور يساوي 12 وبالتالي نستخدم قانون نستخدم قانون اللي هو التان اللي يجمل جماع بين المقابل والمجاور فبالتالي نقول تان لثيتا تساوي المقابل اللي هو 9 على المجاور اللي هو 12 وبالتالي نبحث عن قيمة ثيتا اللي هي تان انفرس أو معكو ستان لتسعة على 12 أيضا سأستخدم الآن الحاسوب نقول شفت تان نفتح كسر 9 على 12 بهذا الشكل وبالتالي راح نقول أن الزاوية هي 36.9 إذن هذا هو الجواب الصحيح طبعا هذا الاتجاه مع الأفقي هذا الاتجاه مع الأفقي يعني قد بعض يتساءل يقول ليش ما جبنا الزاوية هذه نحن نبغى نجيب الاتجاه ونحن نعرف أن الاتجاه نعبر عنه بثلاثة طرق أما نعبر عنه مع الأفقي أو نعبر عنه بالاتجاهات اللي هي عبارة عن الاتجاهات الأخرى اللي هي الحقيقي الاتجاه الحقيقي أو الاتجاه الربعي فهنا عبرنا عنه مع الأفقي قلنا أن الزاوية تساوي 36.9 مع الأفقي وبالتالي يكون هذا هو الجواب الصحيح نشوف السؤال بعد كانك أوجد الصورة الإحداثية للمتجه A B الذي نقطت بدايته ونقطت نهايته B ثم أوجد طوله طبعاً إحنا قلنا دائماً عشان نجيب الصورة الإحداثية سنأخذ نقطة النهاية ناقص النقطة البداية نقطة النهاية ناقص النقطة البداية فسوف أطرح الأكسات فأقول هنا صفر وهنا واحد وأخذ في الوايات هنا ثلاثة وهنا أثنين الآن لما نحسبها كم تطلع معي صفر ناقص واحد هذه تصبح سالب واحد ثلاثة ناقص ثنين هذه واحد بهذا الشكل أما طول المتجه A B فسيكون عبارة عن جذر التربيعي لسالب واحد تربيع زائد موجب واحد تربيع وبالتالي ستكون الناتج هنا واحد زائد واحد وهو جذر الاثنين وهي واحد فاصلة واحد وأربعين وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب A نشوف السؤال اللي بعده قال لك أبغى متجه الوحدة طبعاً متجه الوحدة قانونة وش قلنا قانونة؟ هو المتجه V على طولة دائماً هو عبارة عن متجه على طولة والقص الشهيرة على طولة أن الطول يساوي خمسة والذي أحب أن نحسبها نقول تسعة زائد ستعشر وبالتالي سيكون الجواب جذر خمسة وعشرين وبالتالي الذي يساوي كم يساوي خمسة الآن سوف أقسم المتجه اللي هو سالب ثلاثة وأربعة على خمسة فكيف أقسمها؟ أقسم الإحداثيات كاملة فأقسم سالب ثلاثة على خمسة وأربعة على خمسة وبالتالي الجواب الصحيح واضح هنا عندي أن الجواب هو C السؤال الذيني قال لك استعمل المتجهات V و W لإيجاد المحصلة 2V زائد W نحسب 2 ضرب V اللي هي ثلاثة في سالب أربعة ثلاثة وسالب أربعة عفوا زائد W اللي هي ثلاثة وسالب واحد الآن 2 في ثلاثة ستة 2 في سالب أربعة سالب ثمانية قلنا دائما في عملية ضرب المتجهات بعدد نضرب في الأحداث الأول نضرب في الأحداث الثانية زائد ثلاثة وسالب واحد الآن أجمع الأكسات مع بعض وأجمع الوايات مع بعض ستة وثلاثة تسعة وسالب ثمانية وسالب واحد ستصير سالب تسعة إذن سيكون تسعة وسالب تسعة هنا الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو سي أقلع الطائرة في اتجاه المتجه تسعة وخمسة أوجد قياس الزاوية التي يصنعها مسار الطائرة مع الأفقي فبالتالي لاحظ أنت هنا الطائرة أقلعت باتجاه المتجه اللي هو كم تسعة وخمسة يبغى الزاوية مع الأفقي طبعا عندنا قانون شهير اللي هو قانون التان قلنا تان لثيتا دائما يساوي Y على X وقلنا هذا القانون في له يعني كتالوجي يأتي معه أن لو كانت الـ X سالبة لازم أضيف على الزاوية 180 درجة ولو كانت الـ X صفر الزاوية أما تكون 90 أو تكون 270 فبالتالي على حسب قيمة الـ Y هل هي موجبة ولا سالبة فبالتالي هنا لاحظ أن الـ X موجبة فبالتالي لا يوجد إضافة 180 أو شيء من هذا القبيل مجرد تطبيق للقانون وبالتالي سأقول الآن أن الثيتا تساوي tan inverse لـ Y على X الـ Y اللي هي 5 على 9 طبعاً نستخدم الآلة الحاسبة فبالتالي نقول shift tan نفتح كسر 5 على 9 بهذا الشكل أقفل القوس وبالتالي الناتج حيطل معي تقريباً 29.1 29.1 درجة وبالتالي الجواب الصحيح هو A يمثل مسار سفينة بالمتجه فإذا غيرت السفينة مسارها ليصبح في اتجاه المتجه 12 ثمانية فأوجد محصلة مسارهما طبعاً أخوان الكرام دائماً المحصلة هي عبارة عن إيش؟ المحصلة هي عبارة عن جمع المتجهين العبارة عن جمع المتجهين فبالتالي أنا أنا أقول لك محصلة متجه V مع متجه دبليو مجرد أني أجمعهم فأنا سأجمع المتجهين الآن اللي هم 9.17 زائد 12.8 بهذا الشكل مجرد جمع متجهين 9.12 هذه 21 17.8 هذه 25 وبالتالي الجواب الصحيح هو B إذن المحصلة هي فقط جمع للمتجهين قال لك أوجد قياس الزاوية ثيتا بين المتجهين A و B طبعاً قانون قياس الزاوية بين المتجهين هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن الزاوية ثيتا تساوي دائماً كوساين انفرس ليو دات بي أو A دات بي على طول الأ في طول البي بهذا الشكل فأنا راح أقول هنا كوساين انفرس أو معكوس الكوساين أوجد حاصل ضرب الداخلي 4 ضرب 2 زائداً 6 ضرب 8 على طول الأي اللي هو بقول 4 تربيع زائداً 6 تربيع ضرب طول البي اللي هو 2 تربيع زائداً 8 تربيع يلا نشتغل على الحسابات شوية كوساين انفرس 4 في 2 هذه ثمانية زائداً 6 في 8 هذه ثمانية وأربعين جذر 4 تربيع 16 زائداً 36 وهنا الجذر الثاني 4 زائداً 64 بهذا الشكل طبعاً هنحصل على كوساين أو معكوس الكوساين كوساين انفرس معكوس الكوساين 8 زائد 48 ستكون 6 50 جذر 16 زائد 36 ستكون 52 جذر 52 وأربعة زائداً 64 ستكون 68 يعني وصلنا لمرحلة نضطر للآلة الحاسبة نقول شفت كوساين نفتح كسرة الآن 56 على جذر 52 ممكن ندخلهم في جذر واحد لأن بينهم عملية ضرب ما في مشكلة 68 وستين وتقفل القوس بهذا الشكل وبالتالي الجواب سيطلع تقريباً 19.7 درجات 19.7 درجات تقريباً بهذه الصورة ممكن تدخل المعادلة من البداية كذا من هنا تقدر تدخل المعادلة وبالتالي بالآلة الحاسبة وتطلع الناتج يعني بهذه الصورة ننتقل للسؤال آخر أيضاً على موضوع الضرب الداخلي قالك يدفع شخص صندوق على الأرض بقوة ثابتة إذا أعطاني قوة وزاوية أوجد الشغل المبذول بالجول لتحريك صندوق مسافة 5 متر طبعاً إحنا قلنا أن الشغل الwork هو عبارة عن عبارة عن القوة اللي هو الفورس في الإزاحة القوة في الإزاحة كضرب داخلي طبعاً القوة أنا أعطاني مقدارها وأعطاني قياس اتجاهها فبالتالي لا بد أني أنا أوجد الصورة الإحداثية نوجد الصورة الإحداثية فبالتالي راح أقول أن الصورة الإحداثية للقوة هي عبارة عن 60 في كوسين 25 في 60 في سين 25 هذه الصورة الإحداثية للقوة أما الإزاحة فالإزاحة مسافتها 5 متر واتجاهها اتجاهها أفقي فبالتالي هي 5 وصفر الآن نقوم بالضرب الداخلي فبضربنا 60 في كوسين 25 في 5 زائداً 60 في سين 25 في 0 طبعاً أي شيء مضروب في 0 هذا يعطيني الصفر إذا متبقى عليه أن يحسب المقدار هذا فبالتالي أقول 60 ضرب كوسين 25 ضرب 5 بهذه الصورة وبالتالي الناتج يطلع تقريباً 271.9 271.9 طبعاً الوحدة هنا تكون B الجول وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب D أيضاً عندي هذا السؤال الجميل قالك المتجة 9 و 5 ثلاثة يمثل موقع طائرة والمتجة سالب 7 و 7 و 4 يمثل موقع طائرة أخرى أوجد المسافة بين الطائرتين طبعاً لو افترضنا أن المتجهات هذه عبارة عن نقطة النهاية اللي موجودة وهذه نقطة النهاية فكيف يحسبنا المسافة في الفضاء الثلاثة إلى أبعاد نستخدم قانون المسافة يلا نستخدم قانون المسافة فبالتالي راح نقول أن الدينستانت تساوي جذر نفتح جذر كذا كبير شوي نحط القالب هذه للإكس وهذه للواي وهذه للزد بهذه الصورة الآن نزل الأكسات طبعاً ممكن تبدأ بأي واحدة فيهم أما المتجه الأول أو المتجه الثاني نبدأ بالمتجه الأول ثم الثاني مثلاً فبالتالي بقول تسعة وسالب سبعة مثلاً ثم بعدين خمسة وسبعة وثم بعدين ثلاثة وأربعة نحسب جذر تسعة ناقص ناقص سبعة حتى تصير ستعشر تربيع خمسة ناقص سبعة هذه سالب اثنين تربيع ثلاثة ناقص واحد هذه سالب واحد تربيع وبالتالي سيكون الجواب عبارة عن ميتين وستة وخمسين زائداً أربعة زائداً واحد يعني تقريباً جذر ميتين وواحد وستين جذر الميتين وواحد وستين سيكون أكبر من الستة عشر بشوية يعني لو حبين نحسبه جذر ميتين وواحد وستين سيطلع ستعشر فاصلة اثنين تقريباً ستعشر فاصلة اثنين إذن هذا هو الجواب تقريباً يعني 16.2 طبعاً الوحدة بالميل الوحدة بالميل لأنه قال لك الوحدات هنا كلها بالميل بهذه الصورة أيضاً لدي هذا السؤال متعلق بالضرب الداخلي نقوم بالضرب الداخلي في الفضاء الثلاثي الأبعاد بين المتجهين مثلاً U.V فبالتالي راح أضرب X في X فأقول ثلاثة ضرب أربعة زائداً نضرب Y في Y صفر في سالب 2 نضرب الزد في الزد اللي هي سالب 2 في 6 بهذا الشكل ثلاثة ضرب أربعة 12 زائداً صفر ناقص 12 وبالتالي المحصلة ستكون صفر وقلنا دائماً إذا كان حاصل ضرب الداخلي صفر فبالتالي نقول المتجهان متعامدان المتجهان متعامدان وبالتالي سيكون الجواب الصحيح طبعاً هو الجواب A أيضاً لدي هنا سؤال عن إيجاد قياس الزاوية ثيتا بين المتجهين ولكن في فضاء ثلاثي أبعاد قلنا الثيتا تساوي أو معكوس الكوساين نضرب الإكسات في بعض أقوله 2 في سالب أربعة زائداً واحد في ثلاثة زائداً ثلاثة في صفر بعدين أسوي اللي هو طول المتجهة فأقول هنا 2 تربيع زائد واحد تربيع زائد ثلاثة تربيع وهنا أقول سالب أربعة تربيع زائد ثلاثة تربيع زائد صفر تربيع طبعاً سالب أربعة بين قوسين بهذه الصورة طبعاً ممكن نستخدم على طول الأهل الحاسبة يعني في إجراء الحساب لهذه المعادلة شوية طويلة فبالتالي نقول shift cosine نفتح كسر 2 في سالب أربعة يعني ممكن نحسبها سالب ثمانية زائداً ثلاثة زائداً صفر يعني هذا خلصنا بالنسبة للبسط نأتي المقام نفتح جذر 2 تربيع زائداً واحد تربيع ممكن نحسبها أيضاً ثلاثة تربيع نطلع بره نكتب ضرب ونفتح جذر ثاني أيضاً سالب أربعة تربيع نكتب سالب أربعة تربيع يعني ممكن نكتبها على طول أربعة تربيع المهم من الإشارة مع التربيع زائداً ثلاثة تربيع وصفر تربيع ما يحتاج أهم شيء يقفل الأقواس التي عندي علشان ما عدي بقالي شيء طبعاً الناتج طلع مية وخمسة ونصف مية وخمسة ونصف مثل ما نحن شايفين إذن هنا نقول الناتج سيكون مية وخمس درجات ونصف إذن هذا هو الجواب الصحيح كما هو ظاهر أمامنا أيضاً لدي أسئلة متعلقة بالضرب الاتجاهي سنأخذ هذه السؤالين لدينا السؤال رقم 14 سؤال رقم 15 يلا قالك أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين U كروس V كيف نوجد الضرب الاتجاهي؟ قلنا لازم نصنع محددة نحط للعموء الصف الأول I و J و K بعدين نضع أناصر ال U بعدين نضع أناصر ال V هل يهم من الترتيب في الضرب الاتجاهي؟ نعم مهم لأن عملية الضرب الاتجاهي عملية غير أبدالية فبالتالي نبدأ على بركة الله نقول أن في البداية أنا أبغى V ضرب W بهذا الشكل أضع I J K أضع أناصر ال V اللي هي سالب 1 و 2 و 4 وبعدين ال W اللي هي سالب 3 وسالب 1 و 5 الناتج سيكون على النحو التالي الناتج سيكون على النحو التالي سأقول الآن موجب I وافتح قوس سالب J افتح قوس موجب K وافتح قوس عشان أحسب الآية باشطب صف الآية وعمودها وأحسب اللي هو المحددة المتبقية بالنسبة لي ف2 في 5 بتعطيني 10 2 في 5 بتعطيني 10 و 4 في سالب 1 بتعطيك سالب 4 كذا خلصنا الأولى الحين بالنسبة لل J واشطب صف الآية وباشطف عمودها وبالتالي بضرب سالب 1 في 5 سالب 5 و 4 في سالب 3 سالب 12 وبالتالي راح أكتبها الآن سالب 1 في 5 هذه قلنا سالب 5 و 4 في سالب 3 هذه سالب 12 بهذا الشكل آخر شيء لكي أيضاً نشتب صفها وعمودها سالب 1 في سالب 1 و 1 و 2 في سالب 3 ستكون سالب 6 سالب 6 بهذا الشكل الآن راح نطلع النواتج عندك 10 ناقص ناقص 4 هذه تصير 14 i و عندك سالب 5 مع موجة ب 12 هذه تصير موجة ب 7 مع السالب الجي اللي برا انتبه للسالب هذا اللي موجود في الخارج فبالتالي تصير سالب 7 j و أخيراً عندنا 1 ناقص ناقص 6 ستكون 7 k و بالتالي الناتج سيكون عبارة عن 14 وسالب 7 و 7 بهذا الشكل إذن هذا هو الجواب الصحيح الجواب c نختم بأيضاً سؤال قالك أوجد مساحة متوازي الأضلاع طبعاً مساحة متوازي الأضلاع لازم أجيب أول شيء إذا حاصل الضرب الاتجاهي إذا جبت حاصل الضرب الاتجاهي بعدين أحسب طول هذا المتجه عشان أجيب أنا مساحة متوازي الأضلاع نحسب الضرب الاتجاهي يلا راح أقول u cross v بنفس الطريقة i j k أنزل عناصر ال u اللي هي السالب 3 و 4 و 8 عناصر k اللي هي عناصر ال v اسف اللي هي 9 وسالب 1 و 6 بهذا الشكل قلنا دائماً الناتج يكون عبارة عن موجب i سالب j موجب k بهذه الصورة نبدأ نشوف عناصر ال i بعد ما نشطب صف ال i وعمودها يبقى لي 4 في 6 و 8 في سالب 1 وبالتالي يقول 4 في 6 هذه 24 وسالب 1 في 8 هذه سالب 8 تصير هذه بوجب 8 يعني نحول السالب إلى موجب بهذا الشكل الآن بشطب صف الجي وعمودها يبقى لي سالب 3 في 6 و 8 في 9 يلا سالب 3 في 6 هذه سالب 18 و 8 في 9 هذه 72 72 نحن للك الكي الكي طبعاً أيضاً نشطب الصف والعمود وبالتالي يبقى لي سالب 3 في سالب 1 هذه ستصير ثلاثة و 4 في 9 هذه ستة و ثلاثين الآن نجري الحسابات النهائية لقيمة المتجهة الآن ف 24 زائد ثمانية هذه 32i سالب 18 مع سالب 72 هذه صارت سالب 90 مع السالب اللي بره صارت موجب 90j منتبه للسالب اللي بره زي ما قلنا ثلاثة مع ناقص 36 هذا تصير سالب كم؟ سالب 33 كي إذن المتجه u كروس v هو عبارة عن 32 تسعين سالب 33 فبالتالي رح نقول أن مساحة متوازي الأضلاع هي طول u كروس v نكتب جذر 32 تربيع زائد تسعين تربيع زائد سالب 3 تربيع آسف 33 تربيع بهذا الشكل ونستخدم طبعا الآلة الحاسبة في إجراء هذه الحسابات نفتح جذر 32 تربيع زائد تسعين تربيع زائد سالب ما يهمنا هنا لأنه بالأخير يتربع فبالتالي يطلع الناتج 101.06 تقريبا 101.0 يعني يقربها إلى أقرب جزء من 10 فبالتالي واضح أن الجواب الصحيح هو d إنه تقريبا 101.1 أو 0.6 يعني بهذا الشكل بذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا معكم إلى نهاية المطاف في هذا الإثراع وشفنا أسئلة كثيرة على المتجهات في اللقاء القادم اللقاء الختامي بإذن الله تعالى راح نأخذ يعني مجموعة من الأسئلة على كل الفصول الفصل الثالث والفصل الرابع والفصل الخامس أتمنى أن الواحد يعني يكون مراجع ومذاكر ومستعد الاختبار النهائي ما بقي إلا القليل فأنتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق جميع الدروس بحمد الله تعالى مسجلة في قناتكم من فضل قناة عين على اليوتيوب ومكانكم الرجوع إليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته